تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عددا من ملفات العمل التي تباشرها وزارة قطاع الأعمال العام خلال الفترة الحالية وخلال الاجتماع تم التطرق إلى مشروع تطوير قطاع الغزل والنسيق الذي يشمل تطوير خمسة أو خمسة وستين مصنعا ومبنى خدمي وذلك على مستوى الشركات التبع بمختلف المحافظات كما تم استعراض أليات تخارج الحكومة من الحصص المملكة لها في عدد من شركات قطاع الأعمال العام وذلك في إطار تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة تجاه شركات قطاع الأعمال العام المختلفة